اليوم عملت وصفة سهلة وبسيطة جدا من البطاطس الوصفة دي بجد يعني مش عايز اقول لكم هي سريعة قد ايه وبسيطة ممكن كمان نحتفظ بها في الفريزر هي طبعا كرات البطاطس كرات البطاطس دي محشية انا حشيها جبنة متزرلة ممكن انتو طبعا تحشوها اي حشوة بتحبوها الوصفة دي لذيذة جدا جدا وسهلة جدا جدا كمان تعملوها في اي وقت الاولادنا او حتى نعملها كمقبلات على الصفرة بتتقدم في المطاعم غلية جدا جدا هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله المكونات عندنا في البيت يلا نبدأ بس قبل ما نبدأ نصلي ونسلم على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام ويلا بينا مكوناتي ايه اللي عندي انا عندي بطاطس وعندي توابل دي اللي انا محتاجاها وعندي طبعا جبنة متزرلة اول شي انا عندي البطاطس بجيب يعني نص كيلو طبعا دي ملهاش مقادير على حسب ما انتم بتعمله الكمية انا بجيب بطاطس وبخليها باشرها وبخسلها كويس جدا واروح ايه سلقها على النار باشرها احسن بتحتفز بالقيمة الغذائية بتاعتها ايه وكمان ما بتتهريش مني فبتكون متماسكة كده وبجد بتطلع حلوة جدا فاول شي انا عملته حشت القشرة منها بعد ما سلقته وحطتها في المياه لبرده علشان ايه تتحش منها القشرة بكل سهولة وبجيب البطاطس بقى ابشرها اعملوها باي طريقة زي ما بتحبوا ممكن تهرسوها بهرست البطاطس او بشوكة اي شي انا شفت الطريقة دي اسهل فحطتها طيب ايه المكونات اللي عندي كمان من البهارات عندي بابريكة توم بودرة فلفل اسود وملح البهارات دي بجد بتديها طعم حلو ليكم الاختيار ان انتو تحطوا اي بهارات اولادكم بيحبوها او انتو كمان بتحبوها ولازم لازم تتعمل معاي عجينة تكون عجينة جدا جدا عشان البطاطس لما احمرها اقليها في الزيت او حتى احطها في القلاية الهوائية او الفرد تكون متماسكة معايا عند الجبنة المتزرية اللي زي كده انا بجيبها قطعة وانا اللي بقى اطاحها يعني انا عايزة اطاحها طبعا مكعبات صغيرة علشان احشي الكرات ممكن تعملوا كرات صغيرة ممكن تعملوا كمان الكرات اكبر شوية انا عملاها حجم صغير بالشكل ده فقطع الجبنة على نفس الحجم ممكن تحشو اي حشوة ممكن تحشو لحمة مفرومة جبنة شدر اي حشوة بتحبوها ممكن تحشوها كمان خضروات باخد قطعة كده من البطاطس واعملها على ايدي عملا زي الفطاير كده بالزبط واحشيها بقطعة من المتزرية بس اهم حاجة لازم البطاطس تتهرس كويس وسووها كويس جدا علشان ما تفكش معاكم وانتو بتقلوها في الزيت بعمل كل الوحدات زي كده انا عملت كمية نص كيلو بيقعد معايا وكمان بحتفز بيه في الفريزر بعمله بنفس الطريقة دي وبشيله في الفريزر او ممكن كمان اعمله التغليفة بتاعته واشيله زي ما هو كده في الفريزر واطلعه على طول واقليه طيب انا هعمل لي حاجة كده بدل البيت لو انتو عندوكو بيت هتستخدمو البيت كمان حلو جدا مغزل اولادنا بحط معلقة من النشا ومعلقة من الدقيق واحط شوية مية بحيس ان انا يكون عندي ايه يكون عندي السيلة شوية ما تكونش تقيلة واجيب بقى البقصمات او البانكو البانكو انا عملته معاكم بيطلع لزيز جدا في التحمير خبز البانكو بحط لكم الرابط تحت ان شاء الله تشوفوه بمسك بقى وحدات البطاطس واغمسها اول حاجة في بقصمات البانكو وبعدين احطها في الخلطة اللي معايا وبتبقى بالشكل ده كده لازم تغلفوها كويس بالتغليفة دي وممكن تعملوها بخلطة البيت انا ما كانش عمدي بيض المراتي فقلفت الحتة دي ان انا ممكن اعمل لها كفر كده من الدقيق والنشا وبتديها طعم حلو بس كمان البيت بيدي نتيجة احلى وكمان مغزي جدا لأولادنا ممكن بقى تحتفزوا بيها بالشكل ده في الفريزر لوقت ما انتو عايزين تقلوها بتطلعوها وتقلوها على طول وهي مجمدة بس كمان الافضل ان انتو بتحتفزوش بيه لفترة طويلة في الفريزر ليه؟ لان البطاطس المسلوقة بتعمها بتتغير شوية انا بحطه يعني بحتفز بالشوية دولة لمدة يوم او يومين ممكن تسيبوه اكتر من كده بس يعني منصحكم شي ان انتو تحطوه فترة طويلة في الفريزر البطاطس بيتغير طعمها طبعا خصوصا ان هي مسلوقة ما بتبقاش زي ما بنعملها فريش اول مرة انا هشيل نص الكمية وهعمل الكمية التانية هقليها معيكم بجيب زيت غزير ويكون مسخناه لهو اللي سخن جامد ولا هو اللي بارد يعني بيكون كده ايه مش سخن جامد جامد يعني يكون دافي شوية وابدأ بقى انزل فيه كرات البطاطس وقلبها كويس جدا لحد لما تاخد لون كده دهبي معايا لون الالي اللي بيكون لونه حلو كده وبيشجعنا على الاكل وبيفتح نفسينا بقصمات البنكو كمان بيدي للمقليات لون كده دهبي بيكون فاتح جدا اكتر كمان لما بنقليه في البقصمات العادي جربوه بقى البنكو هسيبه لكم في الرابط تحت ان شاء الله ادخلوا عليه بقى وجربوه اعملوه في كل المقليات اللي بتعملوها او حتى سواء لو حططوا في الفرن لو عملتوا بيه بنيه او تبّلتوا بيه اي حاجة بيدي طعم وكمان لونه فاتح جدا ان شاء الله هيعجبكم وان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم تعجب اولادكم جدا البطاطس دي بتطلع لزيزة جدا جدا احشوها حشوات بقى كتيرة حشوة لحمة مفرومة حشوة خضروات اللي بيحب الخضروات وفي القلي خلوا بالكم الزيت زي ما قلت لكم يكون مش سخن جامد وتفضلوا تحركوها من كل الجهات علشان تطلع كلها بنفس اللون وبتطلع بقى كريسبي من بره كده ومن جوه طرية بجد الوصفة دي لزيزة جدا 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 جربوها وافضل احركها بالشكل ده شايفين اللون اللون بجد خطير جدا بتطلع كريسبي من بره من جوه طبعا حشوة الموزاريلا بتبقى بجد لزيزة جدا قدمتها بالشكل ده شايفين شكلها شكلها شيك الجبنة الموزاريلا كمان لما بتتقدم سخنة يا البطاطس دي تتقدم سخنة لما بتتقدم سخنة على الصفرة بيبقى طعمها خطير جدا جدا الجبنة طبعا بتكون سيحة وشايفين من جوه شكلها ايه الموزاريلا سيحة تخيلوا انتوا بقى لما تاكلوا حاجة كده سخنة والموزاريلا سيحة منها يا خبر بياد بجد طعمها لزيز لزيز جربوها بقى ان شاء الله هتعجبكم اذا عجبتكم بقى وصفتي متنسوش تعملولي لايك اشتركوا في القناة كمان فعلوا الجرس علشان توصلكم وصفاتي السهلة والبسيطة بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة